بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة نتكلم مع حضراتكم عن تبني أفضل الممارسات المزرعية لتحقيق أمان حاوي فعال في مزارع الأسماك في مصر ايه هي أفضل ممارسات المزرعية ايه ازاي نتعرف او نقول نقول ديفنيشن بتاع أفضل ممارسات المزرعية ليه أكتر من تعريف وأكتر من ديفنيشن وكل مجموعة من الباحثين ليهم وجهة نظر ليفرضوا وجهة نظرهم على التعريف بتاعهم فالتعريف الأولين بتاع أوزبي سنة 2014 يقول البي ام دي او أفضل ممارسات المزرعية اللي هي تطبيق أفضل الممارسات العملية والتي تكون اقتصادية لتقليل الأثر البيئي لعمليات التشغيل والإنتاج في مزارع السماكية في ديفنيشن تاني موريس لموريس سنة 2019 بيقول البي ام دي عبارة عن التعريف ده أشمل شوية بتكبولي أن أفضل ممارسات المزرعية هي عبارة عن مجموعة الخطوات أو الممارسات أو المهارات التي تطبق في المزرعة السماكية التي تحسن حالة الأسماك الصحية والبيين والحالة الأسماك عموما وتقلل الأثر البيئي للعمليات التشغيل السماكي بصورة اقتصادية لمربي الأسماك أفضل ممارسات المزرعية لما الولد فيش بدأ يشتغل فيها من سنة 2012 اتماعنا مع مجموعة من الخبراء في مصر وحددنا إيه هي النقاط أفضل ممارسات المزرعية اللي نجد أن نتناولها في مصر عندما نتحدث عن أفضل ممارسات المزرع السماكية وتحددت في عشر نقاط هنستعرضوا مع حضرتكم سريعا اختيار الموقع والتصميم الأحواب أعداد الحود الحاجة التالتة تزراع الأسماك في الحود الحاجة الرابعة تسنيد والتغزية وعينات الأسماك الممارسة الخمسة إدارة المياه المزرعة السماكية الرعاية الصحية للأسماك اللي بعد كده الحصاد ومعاملات ما بعدها الحصاد التسويق، السجلات المزرعية وتسجيل البيانات وبعدها الاهتمام بالعامل البشري اللي يعمل في المزرعة أو المنطقة المحيطة المزرعة طبعا عشان المتشن في الطايم هنتكلم على أهم الحاجات اللي تتماشى مع موضوع الحلقة اليوم أو مناقشات اليوم وفي نفس الوقت هي أهم الحاجات اللي بتأثر على المزرعة بالصورة تشغيل المزرعة بالصورة أول حاجة اختيار الموقع لما بدي اختار الموقع إيه يا أفضل مورسات لاختيار الموقع أول شيء أفكر فيه وأنا باختار الموقع الموقع ده قانونية النشاط في هذا المكان لأنه ممكن يكون موقع رائع وامتاز وفيه مية وفيه تربة وفيه عمالة فنية وفيه كل حاجة لكن ما فيش وضع قانوني يسمح لي بالاستندار بالنشاط وبالتالي معرض للاستثمارات بتاعتي تفقد مقاطر فقد الاستثمارات بتاعت في أيها الأحزة زمنية اللي بعد كده طب أنا خلاص اخترت الموقع أو الموقع الوضع القانوني يسمح بالنشاط فيه طب بعد كده نبدأ نبص فيه شوية حاجات اللي هي مناسبة الموقع للاستزراع السمكي من حيث التربة في حالة للاستزراع الأحوال التربية وده نظام الساعد في مصر هي مثلا تناسب التربة لإنشاء الجسور وإن هي تحتفظ بالنيات مثلا التربة الرميلة تصلح الأحوال التربية أو التربة اللي فيها نسبة رملة عالية لإنها تحتفظش بالنيات وكل ما كانت التربة السمراء أو تنية طميية بتكون أفضل في الاحتفاظ من الماء ويكون قوة الجسور بتاعتها قوية تتحمل عمليات النحر وتأكل الجسور اللي بعد التربة خلاص أنا عرفت أن التربة تتناسب بعدها بيكون توفر المياه من حيث الكم ومن حيث الكيف على مدار العام والماية ممكن تكون كويسة لكن توفر فترة زمنية محددة ما تكونش محددة في دخوة الموسط فهذه ممكن تكون محدد لأن النشاط بتياجه النقطة اللي بعدها مدى اقتراض المزرعة بتاعتي أو مدى قربائها من الأسواق الأماكن اللي هسوأ فيها المنتج بتاعي هسوأ المنتج ده مثلاً في البورصة المزرعة قريبة عن البورصة ولا لا هسوأ أصدر المنتج بتاعي برا المزرعة قريبة عن منافس التصوير تصدير ولا لا شابكة الطرق ماذا تغفر شابكة الطرق والكهرباء في الموقع من دلوقات الناس الزراعة الحديث بيعتمد على أن أنا بيورد أعلاف للمزرعة بسوأ الأسواق يحتاج المنتج بتاعي يوصل يصل الأسواق بحيوية عالية أو ممكن يكون حي أو لو حطيت في تلك يقدر يوصل الأسواق بسرعة اللي بجيب زريعة لازم توصل المزرعة بتاعتي بطريقة سهلة كل مكان الطريق السهلس كل مكان أفضل وبتوفر عليها في عمليات التكليف في تكليف النقل بتجنب الأماكن اللي ممكن يتعرض ليه للفيضالات أو مخارات السيول أو المفيد النهر كل الأماكن اللي ممكن تكون أماكن جيدة ورائعة وممتازة لكن معرضة للمخاطر المناطق الشاطئية على شاطئ الوح ممكن الأموال في لحظة من اللي حد فيه في فترة غير معتالة ترتفع مستويات قياسية فلازم أكون أخذ حساباتي كل العوامل ديت ونقطة الأخيرة في اختيار الموقع إن أنا أتجنب الأماكن اللي فيها تلوث أبعد تماماً على الأماكن اللي فيها تلوث لأن التلوث ده معناها عناصر سقيلة والعناصر السقيلة ديت بالتأكيد هيكون ليها أثر على على جودة الأسماك ومدى مناسبة الأسماك ديت أو سلامة الأسماك للمستهلك تصميم الموقع تصميم المزرعة بيعتمد على مجموعة من العوامل أما طبيعة التربة المتاحة عندي الأرض المتاحة اللي عندي مسحتها الطبيعة توجوبرافيا بتاعة الأرض بتاعة الأماكن المرتفعة والأماكن المنخفضة مصدر المياه مصدر الصرف كل العوامل دي بتأثر معاك في سنون المزرعة وبعدين الحاجة التانية كمان اللي بتأثر أوه في سنون المزرعة هي القدرة التسوقية لو أنا السوق بتاعي يصاب كميات سماك كبيرة وممكن أدخل لأحواض مسحات كبيرة لو الأسواك بتاعتي ما تتحملش ضخ كميات كبيرة من الأسماك فأفضل إن أنا أدخل لأحواض أصغر في الحاج وحاليا مع عمليات التكسيف في الإنتاج يفضل لأحواض بتاعتي في مساحتها ما تزدشي عن أقصى حاجة 2 فدان وكل ما كانت فدان يكون أفضل لإننا نحن نضغط نتكلم في نظمة الزراعة حديثة بيزور فيها الإنتاج بتاعي في ميزة كمان إن أنا كل ما صغر حجم الحوض عندي كل ما قلت تعرض للمخاطر عمليات التسوير لو الحوض عندي كبير ونزلت الحوض للصيد حصل انخفاض للسهر لأي سبب من الأسباب في السوق فخلاص الحوض نزل لازم يتسوق بأي وضع كان لكن لما تكون الأحواض بتاعت الصغيرة في الحاج أقدر لو السوق تأثر النهاردة أقدر أتوقف عن الصيد يوم واتنين عن مسؤول حصل وارجع تاني فبتكون المخاطر أو الرزق بيكون أقل عنها في حالة الأحواض أخذ بالي في تصميم المزرعة من عمليات أو شروط الأمان الحاوي زمان كانش الأمان الحاوي مشكلة بالنسبة لنا في تصميم المزرعة ولو بصنا في السرعة العليمين ده كان تصميم يعني تقريبا الشاع في مصر ومزال هو المنتشر إلى حد كدير لكن هذا التصميم لا يتناسب مع الأمان الحاوي الأمان الحاوي يفضل أننا أقل فرصة انتقال العدوى أو المكروب من الحوض للتاني وبالتالي ما يكونش مصدر المياه هو أحد صبل انتقال المكروب من المكان أو صبل المرض من الحوض للتاني وبالتالي الماجر المياه يفضل أن يكون أعلى من سطح الحوض ويكون متبطن خرسانة أو بلاستيك أيام كان ويقدر السيطر فيه بحيث ان الفيكتور او الميكروب ما ينتقلش معايا من الحط للتانش طبعا في الشيء يذكر هنا هنتكلم على ان دايما يفضل ري الاحواط بتاعتي يكون من الاعلى من سطح الماء عشان قادر اتحكم في الراي وبتزود عمليات التهوية في الحط بتاعي خلاص احنا صممنا المزرعة وعملناها نفترض ان انا ببدأ اعمل عملية اعداد الحط بتاعي للنسزراع ممكن يكون الحط جديد لو الحط جديد هننسى الشريحة ديت لو الحط الموسم السابق فهنتكلم ان انا حط من الموسم السابق بعمله عملية بعض الصدم وشارة ان بعمل عملية تكفيف وتطهير ان انا بقلل المياه في الحط بقدر المستطاع في الخبو بتاع الحط وبعمل عملية تطهير لبقايا الاسماك السابقة او الكائنات تكون مسببات مرضية في الحط بتاعي فاحنا هنا بنستخدم الفورمالين او الكولورين او الريتونون الكولورين هو متوفر لان الاسر بتاعه محدود ومتوفر عندنا بسهولة بس كل ما كانت كمية المياه اقل لكل ما اقلل استخدام المطهيرات وفي نفس الوقت المطهير يجيب معايا عائد مردود افضل انه بيقدر يتخلص من بقايا الاسماك ممكن يكون فيه اراميت او بعض الزريعة من الاسماك الاخر ايه اهمية عاملية التطهير ده؟ التطهير ده ان انا بتخلص من اي اسماك من الموسم السابق وبالتالي اللي ببدأ الموسم الجديد بالاسماك اللي بستزرعها في الحط بتاعي يعني ببدأ الموسم يعني زي ما بقولو كده على بياض مفيش عندي حاجة من الموسم السابق وبالتالي عارف انا عندي في الحط ده ما خزنت 10 تلاف سمكة يبوا انا بااكل 10 تلاف سمكة لو معايا بقايا أسماك من الموسم السابق إلا يحصل الأسماك ديت ممكن لو قلته هتكسر في الحوض وبالتالي العشر تلاف هيبهوا خمستاشر ألف وعشرين ألف ولا مش عاري وده يأثر ينفس في التغذية والأكسجين الحاجة الثانية إن لو بقايا الحوض من الموسم السابق فيه أرامية الأنويت هتفترس الأسماك اللي بيستزرعها يب العملية دي هي عمليات المهمة قوي قوي ولازم تاخد وقتها الكافي والوقت الكافي هنا والموجود هنا بيساعدني في طول الموسم اللي مرضود الاقتصادي معايا طول الموسم بتاعي طبعا كل ما الحوض يجف والجسور بتاعته اتطعر والخبو اتطعر زي ما احنا شاكين معنا في الصورة كده يكون أفضل وعندنا الحمد لله شريحة كبيرة من المزارعين في مصر اللي يعملوا كده الصورة ديت من مزارعة في محافظة اتكو ناس بصراحة مش عاملين شغل محتهر الفعالي اللي يطهر الخبو ويعمل دمك للجس ويزبط الحب بتاعه وده بيكون لي أثر كبير على الانتاج تولي لو قدرت ان انا اعمل اللي بقول عليه بالبلد كده خربشة لقاع الحوض لان التكفيف ايه همية التكفيف التكفيف انه بيعمل كراك للبطم يعني بيخلي قاع الحوض يتشق طب ايه همية تشق قاع الحوض لا ده تشق قاع الحوض ده معناها ان المادة العضوية الباقية من الموسم السابق لما بيحصل تشقق بقاع الاكسجين بيوصلها وبيحصل لها بريك داول وتتحلل وبالتالي المادة العضوية بيكونش مصدر لتدهور المياه في الحوض في الموسم الجديد يبانا بدأت الموسم ما عنديش بقايا مادة عضوية من الموسم السابق اللي هي ممكن تأثر معايا في جورة المياه وكل ما بقدر اعمل الخربشة او الحرس الخفيف لقاع الحوض كل ما بيكون افضل لانه ده بيخلي قاع الحوض او يتعرض للشمس وبالتالي تخلص من اي مسببات مرضية وفي نفس الوقت نعمل بريك داول بالكامل الأورجانيك مطر اللي عندي وبحسن خواص التربة فليها فوائد جمع على عمرية الاستزراع خلصت عداد الحوض وقاع الحوض ويجهزنا بنبدأ بقى نحن نحط السرندات بتاعتنا او غربال او شبك نعم على فتحات الري والصرف عشان نمنع دخول اسماك غريبة من بره الحوض مع المياه الري الصورة اللي على الشمال اعلى دا بتبين شكل الشبكة بمعنية الموسم بيكون فيها كم كبير من الطمي ويعني كل حاجة فمع كل موسم لازم اغير الشبكة دا زي الصورة الاسفل على الشمال الاسفل لازم اغيرها او على اليومين كل مكان لازم اغير الشبكة دي مع كل موسم السزراع ويفضل ان الشبكة يكون طويلة عشان ما تقفلش بسرعة وفي نفس الوقت ممكن اجمع الفضلات كل فترة واتخلص لنا بره الحوض لما يكون الشبكة العلمية الداخلية مالينا الحوض مالي الحوض لازم ياخد وقت كافي الحوض بيتمالي جزءه في الاول الفترة وبعد كده اسيب الغزء الطبيعي ينمو وبعد اربع خمس ايام لأسبوع اكمل ملء الحوض اسيب الحوض بعد الملء الكام عدة ايام عشان يحصل استقرار للمقييس جولة المياه وبعدين ابدأ عملية الاستزراع الاستزراع طبعا الاستزراع دي عملية مهمة اوي اوي من اهم العمليات المزرعية لان ده زرعة الموسم كل ما لازم كل شروط الجودة في عملية الاستزراع ان انا اختار زريعة او اسبعيات من المصدر الجاية من السلالة المطلوبة ان المكان اللي انا جابه منه بيطبق اجراءات الامان الحاوي الكسامك اللي جاي حالته صحيحة كويسة متناسب في الحاجة ما في خالي من الامراض خالي من المسببات المرضية العدد بتاعه المناسب هو المستزرع مايه في الحوم بعد كده بشوف ممكن نزرع اسبعياته ونزرع زريعة طبعا يفضل زراعة الاسبعيات عن زراعة الزريعة لان زراعة الاسبعيات بمعناها ان انا بستخدم الحب بتاعي في فترة النمو ودي بتكون اقصر من انا بستخدم زريعة زريعة المسلم يتد 7-8 شهور و10 شهور لو اشتغلت باسبعيات 4 شهور 5 شهور 6 شهور ماكسمال فكل ما ابدأ باسبعيات كل ما يكون افضل فكل ما ابدأ باسبعيات كل ما كان عندي حجم الاسبعيات متناسبة في الحجم وبوصل حجم التسويخي بتاعي بسرعة لان بشتغل بدخل في عمليات التغذير مباشرة معدل لعاشة اعلى في حالة الاسبعيات عنها في حالة الزريعة يعني البزرعة اسبعيات معدل فقد بيكون اقل عن ما بزرعة زريعة او اللي يقول عليها الهم النقطة اللي جاية في افضل مارسات المزرعية هي عملية التغذية وعملية التغذية التغذية بتكلفني حوالي 70% تقريبا من مصاريف التشغيل وبالتالي كل موفره في عملية التغذية كل ده دي كل مرضود اقتصادي عندي على المزرعة السماكية او على ارادات المزرعة وبالتالي مهم هو ان انا اراعي كل شروط الجاوضة وافضل مارسات في اختيار العلاب في ادارة عملية التغذية متى اختار العلاب كويس ما قدرش عملية التغذية كويس يوبا خسرت فلوس فاختيار العلاب ثم اختيار العلاب تخزين العلاب ادارة التغذية دول 3 عامل مؤمنين قوي عشان اقدر اوصل لافضل عائد من الاعلاف المستخدمة وبالتالي احقق افضل اراد ممكن احنا طبعا عندنا في مصر الحمد لله صناعة علاف جيدة جدا صناعة العلاف الجيدة دي تخلت عندنا علاف تتناسب مع جميع عماره احجام الاسماء من المفرخ لعند اكبر احجام تسوقية ممكنة وعندنا علاف طافية وعلاف غطسة فالعلاف الجيدة اصبحت الحمد لله متوفرة في مصر طيب اللي بعد كده ان انا ازاي اختار مصدر العلاف الجيد كمزرعة سمكية واتعامل معها مهم ان انا اشتري العلاف بتاعي من شركة مباشرة او من تاجر يعني فيه ثقة بينه وبينه لان ممكن يحصل بعض المورسات اللي مش مزبوطة او يكون العلاف متخزن فلا يجب ان العلاف بتاعي يكون من مصدر جيد وفي نفس الوقت بعمل العلاف ده تحليل جورية كل فترة بتتؤمن انجودة العلاف بتاعي وبعدها لما بجيب العلاف بخزنه في مخازن جيدة التعوية اهمية التعوية دي بتتكاسر الفطريات على الاعلاف الفطريات لما تكاسر بتكون مصدر للسمون في الحوت والعلاف طبعا كل ما يكونش متخزن لفترات طويلة كل ما يكون افضل في المخزن بتاعي يكون العلاف اللي جي الاول يستعلك الاول واللي جي التاني اللاحق يستعلك لاحقة وبالتالي ما اجيبش علف واركينه واستخدم العلاف اللي بعديه لان اللي بترك الفترة طويلة بتعرض للتخزين والنمو والفطريات السور ديت من مخازن اعلاف هنلاقي عملية تخزين الاعلاف لبعض الناس او المعافضة المارسات الجيدة المارسات المزرعية بتقول المخزن العلاف ده مهم جدا ولازم اصممه بطريقة جيدة بحيث لا يسمح بتكون الحشرات والقوارد وفي نفس الوقت يكون التهوية بتاعته جيدة وبالتالي ما يحصلش نمو والفطريات ده يحرك العلاف ما تختفعش فهما قوي ان العلاف يكون متخزن كويس مخزن كويس كل ما كان على طبالي خشابرية عشان ما يخدش رطوبة من التربة ما يكونش يجوار الحاق مباشرة اللي ممكن لو جوار الحاق وحصل انطار الحاق تجي له رطوبة وكان العلاف توصل لرطوبة في احصل تصمم فطري مهم اول حتة دي السورة اللي على الشمال تحت البعض الناس في المزارع هنا في مصر عندهم مخزن العلاف بس مخزن غير محبك الغالق وبالتالي القوارد بتدخل والقوارد اللي ما تدخل ممكن تنقلي من صدودات المرضية اللي بتروح بدورها للحض والاستزراع عندي فمخزن العلاف ده حاجة مهمة اول ومهم ان انا احافظ على العلاف بتاعي من ضوء الشمس المباشر من الأمطار ضوء حرارة الشمس المباشرة بتعمل ايه في العلاف؟ حرارة الشمس المباشرة بتخلي جرية حرارة العلاف ترتفع وبالتالي بيحصل فقد من الرطوبة اللي في العلاف العلاف يكون فيه رطوبة حوالي 10% لكن لما الحرارة بترتفع بيحصل فقد بيحصل تبخر للمياه مثل العلاف التبخر للمياه ده الرطوبة دي بتكون بتلتصف بجدار بتوع جوة العلاف من الداخل وبالتالي بتكون هي مصدر للرطوبة والصمومة الفطرية فالزملاء اللي بحطوا العلاف على جسر الحود يريد نتجنب ذلك ولو طالينا لكده ببالعلاف لا تخزنش اكتر من اليومين على جسر الحودل الاكتر من كده هيتعرض هتحصل للموه للصمومة الفطرية تاعتنا للصمومة الفطرية العلاف الصورة دي بتظهر نعم العلاف اللي على اليومين اللي على العلاف تعرضت للرطوبة فمارعة الفطريات تنمو عليها اللي على الشمال لم تتعرض للرطوبة فعلا فده ده مثال يوضح الفطريات دي معناها هي معناها أنه تفرس تكسينات التكسينات دي كل سنة للأسماك ومثلها أثر على الكبد بتاع الأسماك وعلى الأحشاء في بعض الناس لما يمغزل الأسماك بتاعتهم بالعلاف اللي حصل فيها السمومة الفطرية بتلاقي الأحشاء بتاعتهم بتاعت السمكة متدمرة من الداخل بالكامل ولو فتحت بطل السمكة بتشني ريحة فضيعة من السمومة الفطرية اللي موجودة وما تقدرش يتعرف على الأحشاء تقدرش يتميز الأورجن بتاعت السمكة من الداخل اللي بحصلها تعتب كامل من السموم الفطرية مهم طبعاً إن أنا أخذ عينات أسماك عندي كل فترة عشان أقدر أحكم على العنف اللي أنا بستخدمه في المزرعة السمكية العنف اللي أنا بستخدمه ده من المصدر جيد ولا لا؟ بعمل معدل تحويل عندي ولا لا؟ وإيه أهمية العينة ديت أو إن أنا أخذ عينات؟ المفروض إن أنا ما بين العينة والتانية السمك بتاعي بينمو نمو السمك ما بين العينات وبعضها لازم يتناسب مع كمية العلاف المستخدمة إذا لم يتناسب نمو السمك مع العلاف المستخدمة يبقى عندي فيه مشكلة المشكلة دين ما تكون في العلف ما تكون في المياه ما تكون في الإدارة المزرعية ما تكون في تخزين العلف بس لازم في الحالة دي أعمل إسطب وأعمل تقييم موقف أحدد المشكلة بتاعتي فين؟ في نوع العلف، في تخزين العلف في إدارة التخزية، في الحالة الصحية اللي أسمك عندي في المزرعة طبعا العملاء دي خلال الموسم بتوفر معي كتير قوي غير ما إياه أجي في آخر موسم من الزراعة و أفاجأ ان انا السمك معملش تحويل طب السمك معملش تحويل لحيذتها هتكون الخسارة ورجي حبسك مقدرش ارجع لحد مقدرش ارجع للمصنع العلف مقدرش ارجع للعامل اللي عنده اللي في المزارعة مقدرش ارجع للرعاية الصحية مش عارف المشكلة فين وبالتالي خلاص الخسارة حصلت لكن المتابعة الدورية في خلايا المصر عملية مهمة قوية هنستخدم في المزارعة عالف طافي ولا عالف غاطس كل نوع منهم ليه ميزة وليه عيد طبعاً الأفضل هو العالف الطافية لكن في بعض الناس وبعض المناطق اللي هتحبز العالف الطافية عشان بيحسن عندها بعض المشاكل ده اللي هنستعرضه في الشريحة في مجموعة الشرائحة ميزة للعالف الطافي العالف الطافي بيوفر علينا لدينا مجموعة من المزايا أول حاجة إننا لما بغزب عالف طافي بشوف السمك بكها وأقدر أتابع الحالة الصحية وبشوف العالف التاكل ولا متاكلش وبالتالي لو العالف لم يستهلك خلال 20 دقيقة 30 دقيقة بالكتير يبنى أغزب أكتر من اللازم لازم أقل الكميات الأعلاف فده بساعدني في إدارة عملية التغذية وإن أنا أغزي بكميات مقننة من الأعلاف ومحصلش لعذر للأعلاف أقدر أتابع الأسماء أشوف حالتها الصحية أشوف التطور الوزن بتاعها في خلال الموسم فده مزايا رائع ووفرت علينا كتير في الشغل بتاعنا وبالتالي بقدر كمربي أو كصاحة مزارعة أتعرف على الواقف بدون اللجوء للعينة وإن كانت العينة برضو لها دور مهمة فيه عيب في العلاف الطافية إن العلاف الطافي ممكن يدفع للرياح لو أنا عملت رمية علف أكثر من لازم أو رميته تحت الريح بتجمع بجانب الجسر وبالتالي بيهدى ده العيب الأولاني العيب الثاني العلاف لما يكون طافي وترمى من تحت الريح بممكن الطيور والحيوانات المضلة وتعناك المفترسة تنافس الأسماء بتناول العلاف بل مش متنافس بس إنه ممكن تكون فرصة تفترس الأسماء في هذه اللحظة وبالتالي مهم ليه إن أنا أتجنب ذلك وهنشوف في الشراحة القادمة إزاي ما في جنب ذلك إما أرمي العلاف بتوع من بتاعني فوق الريح أو إن أنا أستخدم طوق حلقات للتغذية بحيث إن أنا أحجز العلاف بتاعي فيها لعندما اسمك تب ميث في العلاف الغاطس أنا أتكلّم دوقت على العلاف الغاطس ميث العلاف الغاطس إن الريح ما بيأثرش معايا ما بيأزبش للجوار الحب فيها لريح ما بتأثرش بالرياح العلاف الطافي بتأثر بالرياح الرياح تجذبه في جنب إنا العلاف الغاطس لا تأثرش في هذا الرياح بعض الناس في المناطق الشمالية بيستخدم العلاف الغطسة في بداية المُسم لأنه فترة يمكن فيها رياح تيارات هواية وفي آخر المُسم عارضة القفوة المسبية مشاهدت كأسى تيارات هواية وفي أسو اللحظة المُسم يقليل لها العلاف الطافي إذا فى المناطق اللي ترى تيارات هوا اللي terrible لأن العلف الغاطس قد يكون أفضل من العلف الطافي العلف الغاطس على فكرة ممكن يكون علف مطبوخ وممكن يكون علف غير مطبوخ طبعا العلف المطبوخ أفضل لكن نحن نتكلم ندي الأوشن لكل الزملاء في ميزة تانية كمان في العلف الغاطس أن بعض المربين دي اللي جاءوا لي أحيانا خصوصا على الأحواب اللي هي مجاورة للجسور أو على حواف المزرعة عشان لما تعرف علف غاطس السمك بتاعك ما بيكونش ظهر لعين المجاردة وبالتالي اللي بعدي من بره المزرعة مش شايف التطور في السمك والحجم السمك إيه عندك سمك كتير ولا سمك قليل فدي بتكون ميزة لبعض الناس بيفضلها عن الأسماء لكن فيه عيب طبعا للعلف الغاطس العلف الغاطس العيب الأولين بتاعه إن أنا مقدرش أتحكم أو أتعرف على كنتناول كمية العلافة المستعلاكة حدي في المزرعة وإذا طبعا ممكن يحصل فقد مادي كبير قوي فبعتمد على إن العامل ينزل الحوب ويشوف العلافة المستعلاكة وإلا لأ فعشان كده بيستخدم بعض الناس بيستخدمه اللي هي زي كري أو أو إطار بيعلق تحت صبح الماء بـ 30 سنتي تقريبا بيكون عليه شبك أو أي حاجة تسمح إن العلف تحجز العلف فوق الإطار زي ما ظهر عندنا في الصورة العلف بتاعي لما بيستعلك خلاص أنا العامل بسولة يقدر يشوفه لأنه قريب من سطح الماء إنه لما يستعلك العلف بقلله في المرة اللي جاية العلف لو يستعلك بيبقى في المكان ده للمرات القادمة أنا سمكتنا هون المرة القادمة لأنه بدونها العلف هنزل فقاع الحود هيدخل ممكن يحصل له مكسن مع طاني اللي فقاع الحود وبالتالي صعب التناوله وبيحصل هضر في المكان طيب عملية التغذية أنا بغزي إزايش أشهر طريقة عندنا في مصر اللي هي النسر على سطح الحود والنسر على سطح الحود ده ممكن يكون يدوج العمالة ممكن يكون بعربية قر ممكن يكون بعربية ربع ممكن يكون بجرار كل الطرق دي هي الشائعة موجودة عندنا طبعا العام اللي ما بينصر السورة اللي عندنا دي ليست أفضل مرسيات الرجل اللي بيرمي العلف بتاعه لكن هذه ليست أفضل مرسيات السببين سبب الأولاني إن ده بجهور الجسر مباشرة وبالتالي إن لو يستعلك العلف فبيعرب للهد ثانيا المكان ده تحت الريح أو بالتالي العلف المتبقى يفضل في مكانك كل ما تنصر العلف في أكبر مساحة ممكنة من الحوض يكون أفضل بحيث أن يسمح للأسماك بالتناول الأعلاف ما تبزلش مجهود وتتصبح مسافة طويلة للوصول للعلف بتاعي فالعلف بيكون مع طول الحوض وممتد داخل الحوض بأكبر قدر ممكن عشان يسمح لكل الأنساء بالتناول كل ما بعمل توزيع للعلف بتاعي على سطح الحوض أو بأكبر مساحة الحوض كل ما كان أفضل بحيث أن أسمح للأسماك كلها بتناول الأعلاف في نفس الوجبة في وقت متقارب وبالتالي بيكون ساعة الحصاد الصمت بتاعي متقارب في الحجم لو بعض الأسماك هي التي تناولت الأسماك التانية بتكون أصغر منها وبالتالي بيحصل تفاوت الأعجام وبالتالي عندي التسويق بيكون عندي أسماك درجات مختلفة لكن لما بسمح أو بخلي العلف يوصل لأكبر مساحة ممكنة ده معناها أن الحجم التسويق بتاعي بيكون متراسق بقدر المستطاعي عشان أتجنب عاملية الناس الممكن أن أستخدم إطار أو طوق معلقة على سطح المياه في العلاف الطافية عشان أعرف فيها وبالتالي أقدر أتجنب حضر في العلاف بتاعتي طبعا الشراحة السابقة اتكلمنا على ناس بتعرف لكن لاحظنا أن كله بيعرف عاملية التسجيل مش واضحة وعملية تسجيل كميات العلاف عاملية مهمة قوي قوي خصوصا مع تكسيف الانتاج وارتفاع قيمة العلاف إن أنا أعرف علاف تأديه في الحضة على مكان وبالتالي يفضل إن أنا أستخدم الوثوماتيك فيدر أو أجهزة التغذية محملة على السيارات عشان أقدر أسجل كميات العلاف اللي داخلها اللي في كل حض بتاعي طبعا الأجهزة دي بتوزع العلاف على أكبر مساحة ممكنة في الحوض ونقدر نسجل كميات العلاف اللي تنولها كل حوض على مدار اليوم بتاعي وبالتالي أقدر أحكم كل واحدة انتاجية منفصل أصبحت كل واحدة انتاجية منفصل عندي وأقدر أقيم الشغل فيها طبعا عندنا الـ demand feeder أحد الوسائل الجيدة وبتحكم في عملية التغذية وبتحكم في حضر الأجهزة من ذاتها إن أنا بحط العلاف فيها وبقدر على مدار اليوم أشوف العلاف بتاعه الثالثة دي ممكن مرة أو مرتين في اليوم من الرجل يتابع العلافات ويشوف العكل بتاعك اللي بتجميلش عايز العلاف ولا لا طبعا دي كويسة أو يكنزل العلاف بحسب طلب السمت السمت بيضرب البندول بتاع العلافة وينزلها العلاف هي بس يعيج عن هي محتاجة صيانة دورية لأنه ممكن لو للوصلة بتاعة البندولات سيبة شوية لعلافة عينزل كل مرة واحدة فدي بس محتاجة مراقبة لكن هي منطقة جيدة لإدارة التغذية وتكلفتها إدارة عملية التغذية في الحوض بتاعها تعتمد على عدد من العوامل حجم السمك جودة الميا الحالة الصحية للأسمات أسعار العلاف ومدى توفرها السوق المستهدف والأسعار بتاعتي في السوق ووقت التسويق وبعد كده وقت عملية الحصول ففي حالة حجم الأسمات الأسمات الكبيرة عايزة علاف كبيرة في الحجم الأسمات الصغيرة عايزة علاف أقل منها في الحجم الأسمات الصغيرة عايزة علاف أسعر في الحجم ونسب البروتين بتاعتها مرتفعة عن الأسمات الكبيرة الأسمات الكبيرة عايزة علاف أكبر في الحجم ونسب البروتين بتاعتها أقل معدلات التغذية بتختلف في الأسماك الكبيرة عنها في الأسماك الصغيرة في الأسماك الصغيرة ممكن توصل إلى 10% بأول مصر زراع تنتهي معايا إلى 2% ويمكن أقل من كده في نهاية المصر فده كله أعوامل بتأثر مرتبطة بحجم الأسماك جودة المياه مستوى الأكسيين والأمونيا في المياه طبعا يفضل أن أنا معالفش غير لما يكون مستوى الأكسيين بتاعي في المياه 3-4 مستوى التشبه تقريبا لو عندنا مستوى التشبه في مصر وفي مزارينا حوالي 8 يبال عايز مستوى الأكسيين 5 يعني لو نزلنا مجهزة الأربعة معقول لكن أقل من كده يفضل تجنب العلف أو تأخير العلف لعندما تحصل مستوى الأكسيين وبالتالي أن أنا مفضل أن أنا معالفش في الصباح الباكر اللي عند المستوى الأكسيين بتاعي يرتفع بعد ظهور الشمس وعملية التمثيل الضوي لأن التمثيل الضوي والمصدر رئيس الأكسيين عندي في المزارعة السماكينة وكمان آخر النهار بحاول أن أنا أتوقف على التنازية قبل وصول غروب الشمس بفترة كافية عشان الأكسيين بتاعي الحال الصحيح الأسماك لو الأسماك لقدر الله مريضة أو مجهزة نتجنب بالتغذية وبقالل التغذية بقدر المستطاع هنتكلم على أجهد الأسماك مع ذلك حالة الأسواق وارتفاع الأسعار أسف أسعار العلاف لأن كل أسعار العلاف مرتفعة ده حال أحاول بقدر المستطاع أن أنا أقل كميات العلاف بتاعتي عشان اقتصاديات النشاط واستمر يفضل أن أنا أقل العلاف بدل ما أتوقف عن التغذية يعني ممكن لو في مشكلة مالية في توفير العلاف يبقى أن أقل كميات العلاف واستمر عن أن أنا أعرف لفترة أتوقف عن التغذية بعد كده لعدم توفر العلاف أسعار السمك في السوق السمك سعره عالي وأنا عايز أبيع في السعر العالي فعايز ألحق السعر العالي يبقى بدي دفع غزي لو الأسعار مريحة والسوق لسه قدامه فترة على ما الأسعار تتحسن يبقى قادر في الحالية أقل كميات العلاف واستمر وأعمل إدارة جيدة للعلاف على ما السوق يتحسن فوضع الأسعار الأسماك في السوق لها برضو أثر على إدارة التغذية في المزرعة التعتي ووقت الحصاد هنا بنتكلم على أن أنا يفضل أن أنا توقف على التغذية قبل الحصاد بيوم أو 8 على أقل يوم واحد قبل التغذية عشان تكون أحشاء الأسماك خالية من البقايا العلاف وبالتالي ما فيش حملة نكروبي بيكون أقل الحملة نكروبي على الأسماك وبالتالي بيعمل بيكون أفضل في السوق وفي نفس الوقت فيها حتة أمانة إن أنا ببيع السمك المستهلك ببيع لي سمك ومش ببيع سمك لو أنا بعلف علف طافي ليه إدارة للعلف ولو أنا بعلف علف ببس ليه إدارة للعلف لو حالة العلف الطافي لما بحستخدم علف طافية العلف الطافي ممكن استخدم بعلف الأسماك لحد الشبع الظاهري وإذا بكون حوالي تلت الساعة من عملية التغذية يعني بدي العلف بتاعي بعد تلت الساعة إن كان العلف استهلك وبذلك المية الكافية إن لم يستهلك بزود العلف وإن كان العلف زيادة بقى أقلله في الفترات القادمة يفضل إن أنا أعرف على الأقل مرتين في اليوم في العلف الأسماك الكبيرة مرتين في اليوم كافية في حالة الأسماك الصغيرة ممكن ثلاث مرات في اليوم في المفرغ طبع أربع مرات لست مرات لكن نحن نتكلم عن المزرعة الترابية في إجارة أسلوب تانية استراتيجية تانية لإجارة التغذية إن أنا بعلف تسعين في المية من الشبع تسعين في المية من الشبع دي نحسبها إزاي إن أنا في يوم واحد في الشهر بدي السمك بتاعي الأكل بتاعه للشبع الحد بتاعي مثلا كال 100 كيلو النهاردة على الوكبتين باستمر بغزل 100 كيلو على الوكبتين لمدة 10 أيام وبعد كده بغير بشوف الشبع الكامل واستمر عليه لمدة 10 أيام كاملين العشرة أيام الأولينيين أنا اشتغلت 100 كيلو السمك في أول يوم كان 100 كيلو كافي 100% في آخر العشرة أيام كان السمك نمى فأصبح الميت كيلو دول يعاد له تقريبا حوالي 8% محتاجات السمك فالمتوسط بتاع بداية الفترة ونهاية الفترة 90% شبع طبعا دي من الاستراتيات الناجحة اللي بتوفر معايا في الأعلاف وبتقلل تكاليف الانتاج الاستراتيات التانية اللي هي 50% شبع بنحسب العلف زياد المرة الأولينية يوم واحد في الشهر مندي كمية العلف كاملة بنستمر بقى من يوم 2 إلى يوم 10 بندي نص كمية العلف بداية ومن يوم 11 بدي الشبع كامل وبعد كده واكمل تاني نص كمية العلف لمدة 10 تنينة ده بدي السمك بتاع 50% من الشبع طبعا الطريقة ديت محتاجة تنمية غزائي الطبيعي بطريقة أخرى عشان يقدر يساعد معايا في توفير احتاجات السمك الغزائية لكن فيها عب هنا طبعا متوفر كتير في الانتاج لكن فيها عب ان بوصل الحجم التسوق التاعي متأخر عن الطرق التانية بشهر تقريبا فطبعا السوق ليه عامل مهمة او يضعه لمهمة او في عملية ادارة التغزية اذا كان السوق يستود بالدفع الغزائي بدخل بسرعة بقى الغزائي اذا كان الاسواق مريحة او سير مريحة يبقى انا باجير للتغزية بحيث ان انا اقل متكاليف واحسن العائل للنشاطة اللي ستزرع بزيارة لو انا باعرف علف غاطس في العلف الغاطس محتاج ادارة بنوع تانيش ان انا في العلف الغاطس بستخدم التغزية بنسب من الوزن الحي اللي عندنا لو نفتكر احنا شفنا شريح تستعرض عينات الاسمات ففي عينات الاسمات بقدر متعصة الوزن اللي عندي بضربه في عدد السمت بالدين الكتلة الحية اللي في الحوم وبدي نسبة من الكتلة الحية نبدأ في اول الموسم 10% وممكن اقل 7% 9% في اخر الموسم بنتهي بتقريبا حوالي 2% عندي وطبعا ده دي كمية التغزية بتاعتي دي على مرتين في اليوم ده بيوفر معايا في عملية مش بيوفر معايا ده ده الطريقة الشائعة في التغزية ويلاقي الناس دايما يقول لك انا باعرف 3% باعرف 5% فده اسلوب شائعة في شركات الاعلاف عشان تساعد المربين عملت جدا والتغزية ان مع السمكة بتاعها تكلما بكون وزنها كم تدي كمية علف كم في اليوم وقطر العلاف كمية يعني قطر العلاف كمية العلاف بتبدأ من 1.5 ملي من علاف متكسر ل 1.5 ملي إلى 2 ملي لعند 5 أو 6 ملي فكل من السمكة بتانمو في الحجم كل ما بزود ممكن يزيد معايا قطر العلاف متاعتي ففي شركات تغزية عاملة جدا والدية وعرضها فور فري نموذك تاني شركات تانية حطها أو في بعض الكتب اللي على الشمال فيه نشرة الرشادية بتاعة سيراكس ساوس ريجنال أبو بلشاكس انتر ده في أمريكا عاملة جدول استرشادي لكميات لمعدلات التغزية بتاعتي حسب حجم الأسمات بتاعتي واللي على اليومين الجدول على اليومين ده بتاع هيفر بلجنال الكتاب اللي منشور سنة 82 بس فيه حتى عندنا مهمة نخد بالنا منها ان جداول التغزية ديت معمولة محسوبة جوه المعمل في ما فيش غزة طبيعية مساعد وبالتالي جدول التغزية ديت يعني ايه ممكن تخد خليني أقدي كميات علف أكثر من احتاجات السمكة عندي وفي الحوض وبالتالي بيكون العايد الاقتصادي أقل دي أول حاجة تاني حاجة جدول التغزية أحيان كتير جدول التغزية بيتكلم على درجة حرارة المسلح ويسيب أحيان ممكن المربي أو القارئ ما ياخدش باله ان درجة حرارة النهاردة مش هي درجة حرارة المسلح وبالتالي لازم أقل كميات العلف بتاعتي فالجدول التغزية بتكلم على حرارة المسلح وجودة مياه المسلح فلازم نقول للمربي يخد ذلك من العوامل دي عشان تقدر تستفيد من جدول التربية بتاعتك بطريقة اقتصادية من جدول التغزية بعض الجداول لو مشيت عليها هتلاقي نفسك في آخر السنة طالعا معدل تحويل اثنين ونص ممكن تزيد كمان فناخد بالنا ان الجداول ديك محسوبة على أولا محسوبة في معمل مفيش غزة طبيعية ثانيا الجداول ديك محسوبة طبقا للحرارة المسلح وبيئة المياه المسلح بتاعتنا فناخدها استرشادي لكن ما ناخدهاش مسلم بيها عشان نقدر نحقق أعلى عائد سماعي لكن تيجي لحظة من اللحظات من ضمن إدارة التغزية ان انا بقى أقل الكميات الأعلاف امتى para الأقل الكميات العلاف لو الأسمك بتاعتى مبيهاته جوزة المياه مش كويسة أقل الكميات العلاف لو fundamentalالمكسيجين الجالة الذى في المياه بتاع نخفض فكرة الصباح فكرة أقل الكميات العلاف والواتأخر في الأيام الشبورة لو ديك حرار نخفض أقل العلاف بتاعتي فناخد بالنا ان عملية التفزيه مرتبطة بجودة المياه وبالظروف الجوية من محيطة في الايام اللي فيها رياح عالية يفضل ان انا ماخدش العينات بتاعتي وباخد دالي ان انا اعرف فوق فكلها عمل مرتبطة ببعضي النقطة التانية بعد كده نانفазд الإطارة لما استعرضنا محضراتكم وعداء التفزيه سريع شكية نهرتك وانضح المعرفة ادارة المياه طبعا ادارة المياه مهمة او في المزارع السلاقية لأن ادارة المياه معناها ان بدكلم مياه جديدة من الحوض غنية بالاكسيجين من خفض dimonownia من خفض المادة العضوية وتخلص مياهAM من المياه المادي في الحوض الغنية من المادة العضوية ومن نحفض الاكسيجين الوكسجين وبالتالي تغيير المياه بيقدر يزود الساعة التحملية عندي في واحد الامتاج تغيير المياه طبعاً بيكون ليلاً في الأقوات اللي بيخافض فيها معضة طبعاً مع ندرة المياه بنالجأ لعملياء جهاز إخدام جهاز التعويق وده طبعاً بيساعدنا في حاجتين إخدام جهاز التعويق اللي بوفر أكسجين وبيطاير الأمونيا وبيزود الساعة التحملية بتاعتي فأصبح ده البديل الأنسب اللي كان يتجير عندنا من المزارة وخصوصاً لما تكون أحياناً مصدر المياه الخارجي لا يفرق كثيراً عن وضع المياه داخل الحوض فأنت بتجيب مياه يمكن أسوأ من الحوض أحياناً باستخدام جهاز التعويق بتحسن المياه في الحوض وأحافظ على المياه دي الإجهاز بتاعي تماماً الشريحة دي متكلم فيها عن التغذية بس طبعاً حضراتكم وخبراء في التغذية واسماناً من السيداتنا العظام في التغذية ودارة الرعاية الصحية للمزارعة السباكية فنسيبها بس لتذكرة الرعاية الصحية للمزارعة السباكية جزء من أفضل المراسات المزارعية إن أنا أعمل رعاية صحية عندي لو حصل قدر الله مرض إلا أكتبه حالة صهور الأمراض بتاعتي لو حالة لو قدر الله حصل وفية الأسماك إذا تخلص من الأسماك بتاعتي بطريقة صحية بطريقة تقلل انتشار الميكروب للأحواض التانية الآلاج اللي استخدمه، الوزدره والقايم للآلاج طبعاً إحنا سمعنا كل الكلام ده من الأساتذة الأفاضل فمشاناً نكرر ديها غير مناسبة نتكلم سريعاً على عملية الجهاد في الأسماك وعلاقته بالتغذية وأفضل المراسات المزارعية لما السمك بتكون جهادة نتيجة التغذية الزيادة مخلافات التغذية الزيادة أو تدهور جاودة المياه السمك بتعرض للإجهاد السمك المتعرض للإجهاد اللي بأحسن ممكن الملوح هترتفع برضو ده إجهاد يعرض السمك للإجهاد لو السمك التعرض للإجهاد مباشرة لتوقف التغذية بكل تلولها لسلاك العلاف فده أول حاجة وبالتالي لو السمك مجادة وانها رمية أعلاف العلاف دي تحول لمادة عضوية تزود الإجهاد معايا في الحق بتاعي السمك المجادة بتستعلم كميات العلاف عقل وبالتالي لازم أقل كميات العلاف عشان نخسرش ولا نخسر وبتأثر على معدل إعاشة السمك المجادة بتأثر على معدل الإعاشة بتاعي بتكون عرضة للإصابة للفطريات والأمراض فيجب أن نتجنب بالتعرض تقليل الإجهاد بيؤدي إلى نجاح عملية الزراعة السمكي يعني كل ما قلل الإجهاد عندي في المزرعة وكل ما خالي السمكة في حالة بيئة جيدة مناسبة للنمو كل ما أنجح كمربي سمكي اللي هي في الحلاجة تقدر تلمو بسرعة توصل للحجم التسوقي بتاعها طبعاً نقلل الإجهاد عن طريق إدارة التفزيئة عن طريق إدارة الماء أجهزة التعوية وآسف على الإطارة وشكراً لحضراتكم ونلتقي إن شاء الله بعد المحاول